طيب حلقة باتية مثلا دولة مش موجود فيها فار كويس مشاركة في دوري أبطال أفريقي كويس إزاي التنصيق هيكون بين الاتحاد الأفريقي وبين الفريق اللي هيلعب على ملعبه وهو أصلا ما عندوش تقنية الفار هل قبل المباراة الاتحاد الأفريق هيبعث التيم الخاص بالفار عشان يعمل استعداداته من خلال غرفة الفار وغرفة التحكيم ولا إيه اللي هيحصل عشان أنا يعني توتل حتة حلقة سريعة عشان برضو المشاهدين يشوفوها بطولة أفريقيا الكبار كان فيه فار ولا لا ما فيش ما حد شاف الفار كان فيها بس من أدوار محددة كويس كويس طيب تسعين في المية عايز أقولك مية في المية من فرق أفريقيا وكلام فاش فار ساعة البطولة دي لا الدوري مصري ولا الدوري الجزائري ولا أي دوري الكاميروني ولا الدوري السنغالي وبالتالي تم تطبيق الفار فين آه في المطول تمام لأن انت هنا بتتعامل ما بتتعاملش اللي عيب ملوش دور ولا الأجهزة الفنية ولا الاتحادات اللي ليه دور هي الحكام المؤهلة قريا للتحكيم الأفريقي بمعنى الحكام الدوليين احنا عندنا مثلا هنا طيب مصر لما لعبت في كاس العالم تم تطبيق قصة الفار لا تم التطبيق طيب احنا لعبتنا عندنا في الدوري فار لا ما عندناش ساعتها حتى دوري الإنجليزي ما كانش فيه فار ومحمد صلاح كان موجود وفار في الدوري الإنجليزي بتطبق بشكل مختلف تماما عن اللي موجود في بعض الدوريات الخلاصة ايه؟ الخلاصة ان تقنية الفار بتخضع للإمكانيات المحددة للتعامل معها بمعنى كده ان تقنية الفار بتخضع على الحكام عمر حكام الدوليين انت هنا في مصر تقريبا عندنا حكمين بس اللي هما متضربين على قصة الفار جهاد جريشا واحد المساعدين بس هما دول اللي اتضربوا هما دول اللي اتضربوا على تقنية الفار فالاتحاد الافريقي بيدرب حكامه اللي بيحكمه في بطولاته على قصة الفار فكده بتبقى القصة منتهى خالص منه فيه هو بيخالص القصة على هذا الاساس حاجة تانية ان انت مثلا هنا لما تيجي تطبق الفار في مصر هتبقى انت بتدرب الحكام برضو بتوعك وتشوفهم مؤهلين وتعلمهم على قصة وهل هتتعامل بفكرة دوري الانجليزي ان الحكم يقف يطلب المشورة لغاية ما تقوله فودانه من غير ما يروح ولا انت هتعمل له شاشة يتفرج عليها متعالي حراكة دوري الانجليزي القرار من الحكم بعد ما الفار يقوله والحكم ديه حرية الاختيار طبعا الدوري الاسباني القرار لغرفة الفار مش للحكم الساحة بالزبط الدوري الايطالي الحكم بيجري على تقنية الفار علشان هو يقرر هو اللي يقرر فلو حضرتك خيارتك بين التلاتة تحب في الدوري المصري يطبق اني واحدة انا حب يبقى حكم الملعب هو اللي معاه القرار بعد ما يشوف وخلي بالك وبيرجع هم بيقولوله يعني في الحالة دي بيتم التشاور معاه وبيقولوله احنا شايفين كذا كويس فانت ليك الحق اه دي شكليا هتبقى كويسة بس يبقى فيها اخطاء يبقى فيها اخطاء برضو اه طب هنجيب ايه اكتر من الفار لا هتبقى فيها اخطاء وده حصل في الدوري الانجليزي حصل في اخطاء لا الانجليزي توارس الحاكم ما بيكونش مقتنع عشان مش شايف مش شايف وفي نفس الوقت بيبقى الغرفة اللي موجودة ساعات بتبقى غرفة واحدة على تلات اربعة مباراة في وقت واحد صح فبالتالي انا عايز اقولك ان فيه ماتشوت انا بحس انه حصل سرحان جوة غرفة الفار يعني بقولي ازاي هم مش واخدين بالهم من القصة دي ده في الدوري الانجليزي صح بس الامور بتمشي يا سيد زهان الامور بتمشي بس مرضو بتبقى انت اسمك طبقت فار ومحققتش عدالة صح فهنا بقف عن ده وجهة نظر انا ان لو تطبق الفار في مصر يتطبق بكذا يعني بكذا سياسة لغات ما نوصل للسياسة ناية اول سياسة انك لما تيجي تطبق الفار هتجيب الحكام اللي لسه معتزلين اللي هم عندهم خبرة دولية ما هو احنا بنعمل عكس بتقعد الحكام اللي قال لك خبرة عالفار والحاكم الاعلى في الملعب فلما كده كده الحكام اللي في الملعب شايف نفسه اللي هو اعلى من اللي قعد في الفار فيقولك وريني وعد لي ويقوله بس انا شايف كذا chet قوله استناني لما شوف فيفضل يعدها له واحيانا التلفزيون نفسه وبيعدلك قعدة بتشوفها فانت بتشوف الحكام نفسه وشاف على قعدة مختلفة في الفار ما تبايلوش اللعبة اللي هو بيشتغل عليها فعشان نتكلم هتعمل VAR هيبقى أهم حاجة في تقنية الفار ودي وفقاً لشركات معاناة اللي بتعامل مع الفار التصوير التلفزيوني واحد التصوير التلفزيوني اتنين التصوير التلفزيوني تلاتة التصوير التلفزيوني دول أهم حاجة وضع الكاميرات وترتبهم بتقنية أعلى واستخدام أكبر عدد من الكاميرات لأن الفار ممكن تشتغل عليه بقى أقل حاجة 8 كاميرات 12 كاميرا 16 كاميرا وكل ما تزود خير فدي كل حزبة عمر من الحزبة دي بفلوس كل كاميرا بفلوس طيب العربية اللي بتشتغل عليها أو التقنية اللي بتشتغل عليها خلاص دلوقتي بقى فيه سيستم متحرك يعني ايه في عربية زي عربية الإزاعة الخارجية فيها السيستم انت هتلعب فين هلعب في سيد السلام العربية على سيد السلام هتلعب فين في سيد القاهرة العربية على سيد القاهرة انت مش محتاج تعمل سيستم في كل استاد انت محتاج العربية دي بتتحرك وبتشتغل فالتمكن تشتغل عن نظام ده انه موجه تنزل عشان تطبق فار نجح في مصر هتجيب الحكام مثلا الكابتن سامير محمود عثمان الحكام اللي على هذه الشكلة اللي لسه معتزلين وامتابعين وعندهم خبرات كبيرة بقى ده اللي قاعد على الفار جوه والحكم اللي في الملعب هو بيقف يقول يا جماعة دي ايه يرد عليه اللي جوه اللي فاهم اللي هادي اللي الماتش مش مقصر عليه اللي شايف الكرة بالراحة وبيشوفها مرة واثنين وثلاثة يعفي الحكم اللي في الملعب عن التمسك برأيه حتى لو كان غلط ويبدأ ياخده لمرحلة الامان لما يحصل ثقة بين الطرفين الحكم اللي في الملعب والحكم اللي في الفار عشان دول ممكن يغرقوا بعض لما يحصل ثقة بينهم ندي الحكم اللي في الملعب الخبرة لما ياخدها انما عشان يجيب حكم لسه بتديله خبرات وقوله يلا اتكل على الله وديله الفرصة على الهوى وقوله تفضل والناس تفضل تصفر واتعمل حكم براح يعمل كده كده رايح على الفار يقولها رب استورها واعيد لي تاني وقاتلي الناحية دي حلو حلو من ظننا ان الفار يقلل متعة كرة القدم انا بقوله شكرا الفار زود المتعة مقللهاش وده كانت مقولة شهيرة لبلاتر عشان بلاتر ده كان عمل فساد في العالم الرياضي فقال لك ايه هنأجل الفار شوية عشان ده هيقلل كده كانت جملته عمر صريح هيقلل متعة كرة القدم فده كان تصريح بصراحة مش مفهوم لكن لما طبق الفار وشفنا الفار وديك انت بتقول واحنا بنسبت معاك ان الدوري الانجليزي نفسه ناس اللي اخترعت كرة القدم ده مرة يا سيد ايهاب الفار قال في الدوري الانجليزي هدف الحكم قالك مش هدف اه انا مش عارس ازاي خلاص يعني الفار قال مش هدف عشان انت مديله السلطة اللي ياخد القرار تمام فاللي انت مديله السلطة هو اللي باخد القرار في الاخر لكن انا بقولك لازم تطبق واحدة واحدة وانا قصة تطبيق الفار في الدوري الاجهزة بتعجبنيش تماما اكبر فكرة بتعجبني ان اللي قاعد على الفار هو اللي ياخد القرار بس انت لما تختار المجموعة اللي بتقعد على الفار وبتاخد قرار تتعامل مع مباراة واحدة مش اكتر من مباراة من مباراة واحدة على فار واحد او على اجهزة واحدة الحاجة التانية يبقى الحكم اللي بياخد القرار على الفار اكثر خبرة من الحكم اللي موجود في الملعب كده الدنيا هتمشي افضل وانا تمن